المشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة يمن شباب نستهلها بأبرز العناوين مالكة بريطانيا تهنئ الرئيس هادي بذكرى الوحدة اليمنية ومبعوثها لدى اليمن يؤكد هادي يمثل اجماع الشعب اليمني وفض الحكومة يعلق مشاركته في مشاورات الكويت حتى يتم تثبيت مرجعيات المشاورات محافظ تعز يهدد بتقديم استقالته اذا لم تقدم الحكومة موازنة للمدينة اسوة بالمحافظات الأخرى حياكم الله أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي انهيار الاقتصاد الوطني للبلاد بفعل السياسات التي سلكتها ميليشيا الحوثي وصالح وأبرزها استنزفوا موارد الدولة من قبل الحوثيين لمصلحة مجهودهم الحربي على حساب لقمة عيش المواطن البسيطة وقال هادي لدى لقاء في العاصمة السعودية الرياض المبعوث البريطاني إلى اليمن ألين دينكن أن معاناة الشعب اليمني تتضاعف والشعب لا يحتمل تبعات وتداعيات الأعمال الإنقلابية التي دمرت الممتلكات وحصدت الأرواح وحاصرت الأبرياء وصولا إلى انهيار الاقتصاد وجدد الرئيس هادي مطالبا الحوثي وصالح بالجروح للسلم وتجنيب المماطلة والتسويف والتعقيد موضحا أن خيارات السلام واضحة ومرجعيته محدودة من خلال القرارات الأممية والمبادرة الخليجية هذا وسلم المبعوث البريطاني الرئيس هادي رسالة تهنية من الملكة إلزابيث الثانية ملكة بريطانيا بمناسبة اللهم الوطني للوحدة اليمنية وأشاد هادي بدور بريطانيا وجهودها الداعمة لليمن على صعيد العلاقات الثنائية ومواقفها في المحافل الدولية مع المجتمع الدولي لدعم اليمن وشرعيته الدستورية ارتباك وتناقض يسودان موقف المبعوث الأممي اسماعي ولد الشيخ في ظل ضغوط دولية من جانب بعض الدول وأكثر منه تأثيرا في صياغة مواقف ولد الشيخ بحسب مقربين من اتصاله بمجموعة سياسيين في صنعاء من أدوات ميليشيا الحوثي وصالح التقرير التالي يصلط الضوء على آخر تطورات المحادثات مجددا تشهد جلسات مشاورات الكويت انسحاب وفد الحكومة الشرعية ردا على نصف وفد الميليشيات الانقلابية لمرجعيات التشاور على راسها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 بحسب تصريحات عبد الملك المخلافي رئيس وفد الحكومة وفد الحكومة الشرعية حذر من تداعيات الانهيار الشامل للاقتصاد والعملة في ظل عرقلة الانقلابيين المشاورات وتصعيدهم على الارض وبدلا من اتجاه الامم المتحدة لممارسة ضغوط مؤثرة على الانقلابيين الى التوصل الاتفاق يفضل تنفيذ النقاط الخمس وقرار مجلس الامن للحيلولة دون حدوث كارثة انسانية شاملة يطرح والد الشيخ افكارا على المتشاورين تتمحور حول كيفية انهاء الصراع دون النظر الى المآلات التي ستفضي اليها تلك الحلول مواقع اعلامية حصلت على الورقة التي طرحها المبعوث الدولي على المتفاوضين ترتكز نحو تشكيل حكومة وفاق نزولا عند اصرار الانقلابيين وتستمد عناصر قوتها من اطالة امد المشاورات دون احراز اي تقدم في حين تسعى الامم المتحدة للخروج باي حل دون النظر الى تداعيته الخطيرة على مستقبل الوضع في البلاد وهو ما حذر منه رئيس حزب الاصلاح وتطرق الى مخاطره رئيس فريق المستشارين المرافق لوفد الحكومة وكما يبدو من خلال انزعاج والد الشيخ وتحامله على وسائل الاعلام فانه يبدي حرصا كبيرا على ان لا تتسرب الرؤية اليها مراقبون ذهبوا الى نتكتم والد الشيخ عن الرؤية الاخيرة يرجع لكونها تنسف الرؤية التي قدمها في وقت سابق وتلتف على القرار الامامي كما انها تهيوا لمناخات جولات صراع اكثر دموية اتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر ميليشيا الحوثي وصالح بالتسبب في تدهور سريع لسعر صرف العملة الوطنية بشكل مخيف وقال في اجتماع عقده مع اللجنة العليا للاغاثة في رياض ان تدهور الريال اليمني ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني وزيادة معاناة المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك واكد بن دغر عبثة ميليشيا الصالح والحوثي وعبثها بالموارد الاقتصادية لليمن وبالاحتياطي النقدي ادى الى تدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل مخيف وان الاوضاع الانسانية تزداد صعوبة جراء تعنت الانقلابين وفسادهم ويهدد ارتفاع السعر الصرف الريال امام الدولار والذي وصل الى 350 ريالا للدولار الواحد بانهيار الاقتصادين ونتائج كارثية على المعيشة في اليمن جراء غلاء الاسعار مع توقعات بزيادة ارتفاع السعر الدولار الى 500 ريال يمني خلال اسبوع اعلن الوفد الحكومي في مشاورات الكويت تعليق مشاركته في مشاورات السلام وقال الوفد في بيان له ان المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول وفد الانقلابين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الامن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات وبحسب البيان فقد تم منح مبعوث الامين العام للامم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لالزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي الفين ومائتين وستة عشر والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية والالتزام باجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمسة التي تحدد في ضوئها جدول الاعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان ومن جانبه قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضو الوفد الحكومية الدكتور عبدالله العليمي ان ميليشيا الانقلاب نسفت مشاورات السلام بانقلابه على المرجعيات ولا يهمها الشعب اليمني ومعاناته فهي تبحث فقط عن شرعانة انقلابها واضف العليمي بعد شهر من مشاورات العقيمة جاء وفد الميليشيا يطلب بان يصدر المدعو محمد علي الحوثي قرارا بتشكيل لجدة عسكرية وامنية يوكل لها سحب السلاح والاشراف على الانسحاب قال وزير الخارجة عبدالملك المخلافي ان الحوثيين الانقلابين الذين يسيطرون على مؤسسات اقتصادية همة وضعوا البلاد امام كارثة اقتصادية وشيكة واضف المخلافي في تصريحات صحفية على ان الحوثيين الذين يسيطرون على بنك المركزي في العاصمة الصنعاء مارسوا اسوأ فساد في العالم منذ سيطرتهم على مفاصل الدولة في سبتمبر 2014 واعتبر ان اليمن يواجه كارثة اقتصادية وشيكة بسبب ما وصفه بهدار الموارد المالية والاحتياطية النقدية الاجنبي من قبل من وصفهم بالانقلابيين اضافة الى الحوثيين وبلغ الاحتياطي النقد الاجنبي قبل سيطرة الحوثيين على صنعها ومرافقها 4 مليارات دولار امريكي بينما تراجعت اليوم الى اقل من 100 مليون دولار امريكي اضافة الى وديعة سعودية كانت اودعتها المملكة عام 2012 بحسب الوزير هدد محافظ محافظة تعز علي المعمر بتقديم استقالته اذا لم يتم اعتماد موازنة المحافظة وعلاج الجرحة جاء ذلك في مؤتمر صحفيين عقده مع قائد محوري تعز العميد يوسف الشراجي لتوضيح الصورة الميدانية والعسكرية في ظل استمرار حرب الميليشيا وحصارها لتعز في مقابل امتناع الحكومة الشرعية عن تقديم موازنة للمحافظة استمرت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خرقها للهدنة في محافظة مأرب حيث قصفت مواقع الجيش الوطني والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا على معسكر كوفل دون سقوط ضحايا وذكرت لجان الرصد التابعة للجيش الوطني ان معسكرات الجيش ومواقع في مديرية صرواح تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا واستهدفت معسكر كوفل وجبل هيلان والمخدرة كما تعرضت لجنة التهديئة التابعة للشرعية لاطلاق نار من قبل الميليشيا اثناء تواجدها في صرواح بعد نصف ساعة من اتفاق على تثبيت وقف اطلاق النار ضبطت المقاومة والجيش الوطني مزيدا من الافارقة الذين تم تجنيدهم في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في جبهات الربيعي والضباب وجبل حبشي لنتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير القت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز القبضة على اعداد من الاثيوبيين جندتهم ميليشيا الحوثي على اساس تسليحهم ومنحهم مرتبات مقابل ارسالهم للقتال الى الحدود مع السعودية طبقا لاعترافات الاسراء وتعد هذه دفعة جديدة من الافارقة الذين جندتهم ميليشيا الحوثي وصالح وتم القبض عليهم في جبهات الربيعي والضباب وجبل حبشي في محافظة تعز وطبقا لاعترافات الاسراء فان الحوثيين مستمرون في تجنيد الافارقة المتواجدين في الحديدة ومحافظات اخرى والزج بهم للقتال معهم ضد السعودية على الحدود مع اليمن وفي المحافظات اليمنية ويقول هؤلاء الاسراء ان الحوثيين وعدوهم بنقلهم الى الحدود السعودية للقتال معهم وتسليحهم ومنحهم مرتبات وهو ما يشير الى استمرار توجه سابق لدى منظومة صالح والحوثيين المواليين لايران وعملهم منذ سنوات على تسليل تدفق الافارقة صوب الحدود السعودية وهو احدى المشكلات التي كانت المملكة تشكو منها منذ عقدين من الزمن يقول هؤلاء الاسراء ان الحوثيين وعدوهم بنقلهم الى الحدود السعودية وتسليحهم ومنحهم مرتبات مقابل القتال معهم ضد السعودية لكنهم تاليا ارسلوهم الى تعز غير ان دفعة الاسراء الافارقة هؤلاء وهي الثانية التي تقع في قبضة المقاومة والجيش الوطني بتاعز خلال ايام تعكس اتجاها يحمل بصمات ايرانية لتوظيف الافارقة الذين يتواجدون في اليمن بعشرات الالاف ضمن مخططها المستمر لزعزعة استقرار السعودية كهدف الرئيسي هذا وعبر الاسراء الاثيوبيين عن رغبتهم بترحيلهم الى موطنهم الحبشة فيما يقول المراقبون ان وقوع المزيد من الافارقة الذين تجندهم مليشيا الحوذي وصالح في الاسر يستدعي تحركا من جانب الشرعية ودول التحالف على المستويين الدبلوماسي والعسكري كون المليشيا التي تحركها ايران ستواصل تجنيد الالاف من الافارقة لزعزعة استقرار اليمن ودول الجوار نفذت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح حملة اختطافات واسعة ضد المواطنين في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء واكدت مصادر محلية ان الميليشيات الانقلابية داهمت قرية صباح في مديرية ذي ناعم واختطفت خمسة عشر مدنيا من اهل وشباب القرية بينهم معلمون وطلاب واقتادتهم الى جهة مجهولة وفي سياق متصل اختطفت الميليشيات اثنين من ابناء مديرية الطفة واحتجزتهم في احد معتقلاتها بمدينة ردع صيادو الحديدة يعدون مثالا ناصعا على حجم الضرر الذي طال المجتمعات المحلية الصغيرة ومختلف الشرائح حيث اصيب نشاط الصيد البحري بجمود نتيجة شحة وارتفاع اسعار المشتقات النفطية التي تحتاجها قوارب الصيد اضافة لقيام ميليشيا الحوثي بسرقة جزء من مداخل الصيادين رغم شحتها يعيش الصيادون في محافظة الحديدة غربي البلاد اوضاعا معيشية بائسة في ظل سيطرة ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المدينة لاكثر من عام لقد مزقت رياح الحرب اشريعتهم وغرقت في خضم المعاناة قواربهم واستادت البطالة والظروف المعيشية القاسية الالاف منهم بعد ان فقدوا مصدر رزقهم الوحيد وبدأت معاناة الصيادين في الحديدة مع انعدام المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محركات قواربهم وارتفاع اسعارها بشكل اصاب حركتهم بشلل شفه كامل وازدادت حياتهم بؤسا نتيجة فرض الحوثيين عليهم رسوما جبائية تصل الى خمس المحصول يذهب جلها للمجهود الحربي لتمويل حربهم على اليمنيين وتوقفت عمليات تصدير الاسماك اليمنية الى الخارج عقب اغلاق منفذ الطوال الدولي بين اليمن والسعودية نتيجة قصف الحوثيين للمنفذ واستهدافهم مواقع الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي وكانت تتم عملية تصدير الاسماك عبر اسواق مدينة جازان السعودية ومنها الى عدد من الدول الخليجية والعربية وزرع الانقلابيون الالاف من الالغام على سواحل ميدي واللحية والزهرة والصليف والخوخة والنخيلة وعدد من المناطق الساحلية التي يسلكها الصيادون الى البحر لتموت بذلك اخر طرقهم نحو البقاء بين العجز والخوف ترك الصيادون اعمالهم وقراهم ونزحوا صوب المدينة بحثا عن الامان بعد منع الحوثيين لهم من الابحار وتهديدهم بالاسهداف المباشر تحت مبرر الاشتباه بقواربهم ان تكون تابعة لقوات التحالف العربي وبينما يواجه العشرات من الصيادين المعتقلين الذين تستخدمهم السلطات الارتيرية كعمال في منشآتها مصيرهم المجهول دخلت قواربهم ايضا ضمن دائرة الاستهداف من طائرات التحالف العربي التي تحاول وقف اعمال التهريب التي يقوم بها الانقلابيون عبر سواحل البحر الاحمر الخاضعة لقبضتهم ناقشت ندوة علمية عقدت في عمال بالأردن حول الوضع الصحي في اليمن تداعيات البنية التحتية للقطاع الصحي واوضاع الجرحى داخل وخارج البلاد واكدت توصية الندوة على دعم واسناد الجهود المبذولة لرفع الحصار عن مستشفيات المحافظة بدعمها بالدواء والمستزمات الطبية المطلوبة لهذه المرحلة الحرجة وتكثيف حملات الاغاثة الغذائية والدوائية واعادة تأهيل المستشفيات التي تعرضت للقصف واسناد تلك التي تعاني من قصور في دجهزتها ومعداتها الطبية كما اكدت الندوة على تبني جرحى تعز واخراجهم من دوامة اليأس بتقديم منح علاجية وترحيلهم الى مستشفيات عربية قادرة على معالجتهم وتحديدا اصحاب الجراحة العميقة ودعم واسناد مركز الاطراف بمستشفى الثورة وامداده بما يعيد تأهيله وتقديم الخدمة المناسبة للمحتاجين لها وفي خبارنا الاخير نفذت عدد من المبادرات الشبابية والمجتمعية وقفة احتجاجية وسط شارع الجمال بمدينة تعز تنديدا بالقتل والحصار والدمار والمعاناة التي يعيشها سكان المدينة بسبب الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوعي على مدينة تعز منذ عاما وقد تضمنت الوقفة وعرض عدد من اللوحات الفنية والرسومات المعبرة عن معاناة ابناء تعز جراء الحرب والحصار ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين ملكة بريطانيا تهنئ الرئيس هادي بذكرى الوحدة اليمنية ومبعوثها لدى اليمن يؤكد هادي يمثل اجماع الشعب اليمني وفض الحكومة يعلق مشاركته في مشاورات الكويت حتى يتم تثبيت مرجعيات المشاورات محافظ تعز يهدد بتقديم استقالته اذا لم تقدم الحكومة موازنة للمدينة اسوة بالمحافظات الاخرى أطيب المنى والسلام عليكم اشتركوا في القناة